السلام عليكم بناء على الطلب العام اليوم بدي أعلمكم كيف تعمله علبة مع غطى بلزمكم ورقتين واحدة مستطيلة تركوها مثل ما هي اما الثانية فبتقصوها حتى تخلوها تصير مربعة تتنوها بهذا الشكل وبتقصو الطرف عندما تستخدموا ورقتين من نفس النوعية تضمن ان اياس الغطى سيكون مناسب لأياس العلبة كيف تعمل العلبة؟ سبق شرحت لكم بحلقة كيف تعمله هالنوع من العلب الغميقة علب جميلة جدا اللي بعد ماشى في الحلقة سوف اضع الرابط في شرح بالتفصيل مميل كيف تعمله علبة جميلة مثل هيدا تعمله اما بالورقة المربعة فكمان سبق وشرحت لكم بحلقة كيف تعمله علبة متينة ومضغوطة مثل هيدا بس المفاجأة الكبرى واللي ما خبرتكم إياها هي انه العلبة هيدا متناسب كغطاء ممتاز للعلبة الغميقة متل ما شايفين علبة جميلة جدا بتحطوا بتحطوا فيها هدية شكلها جميل وحجمها مهضوم وفيكم تتعاملوها جميلة أكثر تستعينو بملصكات مثلا هون هيدا جبتم من كتير الخيص دولار حقا فيها عدة ملصكات مثلا بتحطوا على الغطاء هالقلب هيدا مثلا بيعطيها منظر احترافي بيعطيها وفيكم تحطوا كمان ملصكات تانية هدول كمان اشتريتهم كتير الخاص تصاميم طبعولة الدردشة بتكتبوا رسالة او جملة صغيرة من وحي المناسبة بيعطيها بيعطيها من الداخل بدي اكتب كلمة I love you الليل خطي مطلة حلو بس عملت شكل قلب مع I love you بدي اصدقها من الداخل بالشكل هيدا بشكل لما تنفتح بيطلع رسالة كتير حلوة شايفين كيف علبة كتير حلوة ورقتين يمكنكم انكم تعملوا واحدة مثلا في عندي هون علبة تصميم تاني عملت العلبة السفلية بيضة والغطاء احمر واستعانت بملصكات حطيتهم من تحت كمان هدول كتير خاص كمان هدول كتير خاص وزنرت بشريط دهبة لامع ووردة جاهزة جميلة كمان بورقتين ساويت هالعلبة الجميلة علبة هدية جميلة بتمنى انكم تجربوا تعملوا واحدة مثلا وفي كتير انواع ملصكات من وحي كل المناسبات الممكنة فيكم تستخدموها وتشخصوا العلب وتعملوا أشياء حلوة بتمنى تكون هالحلقة عجبتكم اذا حابين تشاهدوا المزيد تضغطوا على الرابط اسفل هالشريط او فتشوا في اليوتيوب تحت ايها بلانت كلمة واحدة وما تنسوا الاشتراك الى اللقاء